اشتركوا في القناة وإن ذلك من ثروات هائلة يملكها السياسيون الذين تضخمت أرصيدتهم في الداخل والخارج عبر صفقات الفساد التي يديرونها داخل أروقة السلطة غير أن تلك الأموال لا تذهب فقط للإنفاق على الحملات الإعلامية للمرشحين بل تتسع دائرة الإنفاق الانتخابي لتشمل دفع الرشال زعماء القوائم للقبول بمرشح معين ضمن قوائمهم وكذلك محاولة تأمين المقعد النيابي عبر شراء أصوات الناخبين أو عبر الإنفاق على حملات التسقيط السياسي للخصوم وترويج الاتهامات والشائعات عنهم وتختلف طرق المرشحين في شراء أصوات الناخبين بين طرق مباشرة يتم خلالها دفع المال مباشرة إلى الناخب مقابل الإدلاء بصوته لصالح المرشح مانح المال وبين طرق غير مباشرة بتوزيع المواد الغذائية والملابس والأغضية على المواطنين في الأحياء الفقيرة أو إطلاق أعمال لرصف الطرق وتعبيدها في بلد ينسى حكامها الفقراء وهمومهم ثم يتذكرونهم فجأة عند الانتخابات وفي ظل التنافس بين السياسيين الموالين لإيران وهؤلاء المحسوبين على الاحتلال الأمريكي فإن المواطن العراقي بحسب محللين لا يعلق أماله على نتائج الانتخابات التي لن تخرج في رأي الكثيرين عن إعادة التنوير لكوتل سياسية وأشخاص طالما ارتبط ذكرهم بالفساد ونهب أموال العراقيين ناهيك عن تنفيذ أجندات خارجية لا تخدم ولا تهتم بما يعانيه المواطن العراقي